موسيقى أسعدتم أوقاتا أحداث كثيرة عرفتها ساحة الفلسطينية مؤخرا وفي مقدمها صمود المقاومة في غزة بمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على القطاع ونجاح السلطة الوطنية في انتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة رغم المساعي الأمريكية والإسرائيلية لإعاقة هذا الإجراء واصل كل ذلك جاءت زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى غزة بالتزامن مع احتفالات الحركة بذكر انطلاقتها لسا فقط في القطاع وإنما في الضفة كذلك وللمرة الأولى منذ سنوات وهذا في ظل تجدد الحديث عن المصالحة وأهميتها في تعزيز الوحدة الوطنية ولمواجهة التحديات للحديث عن كل هذه النقاط نصدف في حوار الساعة السيد بلال قاسم من سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وممثلها في اجتماعات لجنة تفعيل منظمة تحرير الفلسطينية مرحبا بك اسمح لي قبلا أستاذ بلال أن أقدم لمحة عن جبهتكم جبهة التحرير الفلسطينية هي فصيل من فصائل منظمة تحرير الفلسطينية عارضت اتفاق أوسلو الموقع عام 93 كما عارضت وقف الكفاح المسلح والاعتراف بدولة إسرائيل للجبهة مكاتب في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك في لبنان وعدد من الدول العربية مرحبا بك مجددا نبدأ معك من خلال قراءتك لواقع المشهد الفلسطيني اليوم كيف تنظر إليه يعني بتقدير الشهر الماضي كان شهرا فلسطينيا بامتياز نستطيع أن نقول أن شهر نوفمبر شكل حالة جديدة وانطلاقة جديدة في العمل الوطني الفلسطيني إن كان على الصعيد العسكري والصمود البطولي لشعبنا الفلسطيني في غزة أو على الصعيد السياسي والانتصار السياسي التي حققته منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بفلسطين عضو مراقب كدولة هذا الانتصار السياسي الذي تبع الصمود الفلسطيني والانتصار العسكري الفلسطيني ووصول الصواريخ الفلسطيني إلى قلب العدو الإسرائيلي والمعركة التي هددت بانطلاق انتفاضة ثالثة فلسطينية في الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها طبعا والقدس خلق أجواء فلسطينية طيبة على صعيد الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية هل شاركتم أنتم في مقاومة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وضمن خليات الأزمة أو غرفة العمليات المركزية التي شكلت الحقيقة الكل الفلسطيني شارك نعم شاركت الجبهة من خلال ممثلها في قطاع غزة من غرفة العمليات المركزية التي شكلت في قطاع غزة أيضا عندنا كتائب الشهيد أبو العباس العسكرية شاركت على قدر إمكانياتها في الدفاع عن شعبنا وصمود شعبنا لكن نستطيع أن نقول أن شعبنا الفلسطيني بكل قوى بكل شرائحه المجتمعية صمدت في مواجهة هذا الإدوان ولقنت العدو درسا لن ينسى بتقديره إلى المرحة القادمة يعني لا شك أننا أمام تحول كبير في المعادلة معادلة الصراع مع إسرائيل المرة الأولى صواريخ الفلسطين نجحت في الوصول إلى العمق يعني إلى حد إذا كان لنا نستعمل العمق الإسرائيلي هل تعتبر أن الإسرائيلي قد يكونوا ارتدعوا هذه المرة وسيحسبون حسابا في حال قرروا أن يشنوا عدوانا جديدا يعني هناك تحول كبير في المعادلة العسكرية هناك تحول كبير وهناك تقدير الدراسات عندهم وأبحاث تدرس لدى قيادتهم الأمنية والعسكرية والسياسية وأيضا القانونية الآن نستطيع أن نقول بعد حصول فلسطين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة الآن الضابط الإسرائيلي الذي سيصدر قرارا بقتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية سيحسب حسابا جديدا أن هناك ردا عسكريا سيطال المدن الفلسطينية 48 وأن هناك ردا سياسيا وقانونيا بحيث ممكن أن تلجأ الآن منظمة التحرير الفلسطينية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى محكمة الجنيات الدولية أو إلى المحكمة لهاي لكي تحاسب كل قائد إسرائيلي تقترف يدها في المستقبل أو في الماضي جرائم ضد شعبنا الفلسطيني داخل وطن المحتل أبدأ أن أسأل رغم كل ما شكلوا هذا الصمود في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية هل تعتقد أن الإسرائيليين قادرون على تحمل ما يمكن أن نصفه بين مزوجين بهذا التهديد الفلسطيني القائم والجاثم على بعض كيلومترات عدة من أراضي فلسطين 48 يعني أن وجود هذا النوع من الصواريخ بشكل وبأيد قادرة على استخدامه في أي وقت تفاجأت قيادة اليمين الإسرائيلي المتطرف بمعنى قيادة لبرمن نتنيوهو بأن الفلسطيني قادر على الراد وقادر أن يصل إلى العمق هذا صحيح ولكن ألا تخشون من أن تعمد إسرائيل إلى نكس هذه التهديئة إسرائيل وقيادة العدو الإسرائيلي دائما تنكس هذه التهديئة دائما تدرس إمكانية ضرب هذه المواقع ضرب هذه القيادات دائما الذي ينكس التعهدات هم الإسرائيليون دائما الذي يلغي التهديئة هم الإسرائيليون وليس الفلسطينيون نحن دائما كنا نرد على انتهاكات العدو الإسرائيلي كان في قطاع غزة وبالضفة الغربية لكن الآن كما قلت عليهم أن يحسب الحساب أن هناك ردا فلسطينيا عسكريا وردا فلسطينيا على الصعيد السياسي وعلى الصعيد القانوني وأيضا على الصعيد الدولي جمع التحليل الفلسطينية التي تمثلونها سيدي الكريم عارضت اتفاقات أسلو طبعا وعارضت وقف العمليات العسكرية والكفاح المصالحة ضد إسرائيل وابتالي كان لافتا في بداية هذا اللقاء أنك رحبت وأبديت ترحيبا وإشادة بني الفلسطين مقعد في الأمم المتحدة وأنك دولة مراقب غير عضو هذا إنجاز وطني فلسطيني كبير حققته منظمة التحرير الفلسطيني حقق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحن جزء من منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطيني هذا الإطار الوطني الجامع للكل الفلسطيني والآن نحن نعد لدخول الجميع بما فيها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكل القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية لأن تكون ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية وقعت اتفاقات نعم لكن تستطيع أنت من داخل إطار الوطني الفلسطيني أن تعارض أهمية دور ج Olive التحرير الفلسطيني خلال وجوده في منظمة التحرير الفلسطينية منذ البدايات أننا كنا نعارض من داخل البيت الفلسطيني ولا نعارض من خارج البيت الفلسطيني أود أن أستشف نعم وهناك حرية لكل فصيل أن يعبر عن رأيه الداخل على سبيل المثال فتح لم تعترف بإسرائيل ولم تسقط الكفاح المسلح إلى اليوم وهو الفصيل الرئيسي الذي يقود منظمة التهرير الفلسطينية والتي يقود الآن الرئيس أبو مازين محمود أباس وقبله الرئيس الراحل الخالد ياسر عرفات ليس مطلوبا من كل فصيل أن يعترف بما يتم التوقيع عليه رسميا من قبل منظمة التهرير الفلسطينية هذا ما كنت أود أن أسألك بشأن الجبهة الشعبية موجودة في منظمة التهرير أيضا ترفض الجبهة الدمقاطية من هنا نحن نؤيد السياسة التي يقودها الرئيس محمود أباس ولكنكم ترفضوا الاتفاقات أسلو ومعظم الفصائل رفضت اتفاقات أسلو ولكن أسلو الآن الذي قضى على أسلو ليس منظمة التهرير وليس الشعب الفلسطيني الذي ضرب أسلو هو اليمين الإسرائيلي عندما وجد أن هناك مكاسب فلسطينية سياسية تتحقق الأرض أن هناك موادر دولة أن هناك احتفالات على سبيل المثال بيت لحم 2000 هنا تنزل يمين الإسرائيلي واليمين الأمريكي أستاذ بلال أنا أعتبر أنه ثم تتنقضا فيما تقوله بشأن أنه رفض اتفاقات أسلو ولكن الاعتراف ما تبخضت عنه سلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن لتتشكل أو أن تأتي لو لا اتفاقات أسلو أسلو مضى عليها الزمان ولكنها تمخضت عن السلطة الوطنية وتمخضت عن المجلس تشريعي ونحن في الانتخابات الأخيرة شاركنا في المجلس تشريعي بينما الانتخابات الأولى لم نشارك هناك متغيرات سياسية القيادة السياسية في جبهة التحريف الفلسطيني قررت أن هناك واقع جديد يجب التعامل معه لا تستطيع أنت كفلسطيني أو كفصيل وطني فلسطيني موجود داخل وطن المحتل وموجود خارج الوطن نحن تنظيم لاجئين بأغلبية أعضاء قيادة الجبهة وكوادرها في الأساس من مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والأردن والعراق لكن عندما انتقلت القيادة الفلسطينية من الخارج إلى الداخل أصله لها إيجابياتها ولها سلبياتها لنا عليها ولها علينا بمعنى عندما دخل الرئيس ياسر عرفات وقيادة منظمة إلى غزة ومن ثم إلى رمالة وإلى الخليل هو نقل مقر القيادة من تونس من الخارج إلى الداخل وأصبح القرار الفلسطيني حسب تقديرنا أكثر استقلالية وأكثر أهمية كانت له إيجابيات اتفاق أسلو نحن لا نرفضها بطريقة جملة وتفصيلة هل أنتم رجعتم موقفكم من اتفاق أسلو؟ يمكن أن نرفع من كلامك يعني بالبداية كنتم معارضون بالمعارضين في المطلق معارضين كلية والآن ربما أنوا تلمستوا بالبعض الإيجابيات أن هناك إيجابيات وأن هناك بداية بناء دولة فلسطينية على الأرض وأن هناك غزة محررة كاملة من أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وأن هناك دولة بناء شاركنا منذ البداية في تأسيس مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وشاركنا في تأسيس الأجهزة السلطة الوطنية إن كان على صعيد الأمان أو إن كان على صعيد الوزارات أيضا نعم أود أن أسأل من خلال كيف تتعاملون أو كيف يتم التعامل داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية المنظمة تكاد تكون نسيا منسية وأنه لا يجري تذكرها إلا في المناسبات لا لا المنظمة بقية المنظمة الشرع الوحيد حتى الرسالة الأخيرة التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى العالم لطلب الأتراب بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة قدمها بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين لم يقدمها كصفته رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية المنظمة في مرحل من المراحل نعم تم حقيقة التغول عليها من قبل السلطة المجلس الوطني الفلسطيني الذي هو البرلمات نجب تهميشها بشكل لافت وكبير نعم وتم التغول مش بس تهميش من قبل السلطة أيضا المجلس الوطني الفلسطيني فهي السلطة نفسها هي التي تدير شؤون نظم التحرير يعني رئيس أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية بس ممكن مستقبل أن يكون رئيس السلطة وليس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعريف فلسطينية هذه من أيام الرئيس ياسر عرفات الآن الرئيس أبو مازن عبر بأكثر من مناسبة وأنا واثق من كلامه أنه لن يرشح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية لكنه سيبقى رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التعريف أعتقد أن أبو مازل لن يرشح نفسه نعم أعتقد يازمان أنه لن يرشح نفسه للسلطة الفلسطينية وما الذي يدفعك لهذه القناعة لأنه عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة وفي وجودنا لكنه أكثر قبولا في الشارع الإسرائيلي وكذلك لدى الغرب باعتباره أنه رجل مصالح أكثر منه رجل لا أكثر قبولا أنا بهمني للشارع الفلسطيني والرئيس حتى نسكل الشارع الفلسطيني طبعا لكن ممكن أن تجد في حال استمر الرئيس أبو مازل على موقفه أن تجد فلسطينيا مقبول بالشارع الفلسطيني وما الذي يمكن برأيك طالما أثرت الموضوع أنه لن يرشح ما الذي يمكن أن يحل محل أبو مازل بعد كل ما تحقق خلال سنوات الماضية إسرى وفاة رئيس عرفات كيف يمكن أن يحل محله في رئيس السلطة الوطنية من على الصعيد الوطني الفلسطيني الصعيد الوطني الأسماء موجودة وعندما تحصل أنا تقديري ستجد أكثر من أخ أو رفيق أو مستقل يتقدم والذي ينتقل الشارع هو الذي ينجح يمكن أن أبو مازل لما جرى انتخابه على اعتبار أنه لديه مشروعية تاريخية من رفاق نضال شرعية شرعية تاريخية وهو رئيس حركة فتح وهو قيادة تاريخي وقيادة في المنظمة هذا كل ساعة بأن ينتقل بالنسبة التي حصل عليها ومن الأوائل مع الرئيس الراحل أبو عمار الآن في مرحلة جديدة أنا تقديري في حال تم توصل وهذا ما سنتحدث عنه في التقدير الآن بالمصالحة هناك انتخابات ستجري رئاسية أي بمعنى لرئاسة السلطة وانتخابات مجلس تشريعي وانتخابات مجلس وطني شاركتوا في الانتخابات البلدية التي جرت في الضفة؟ نعم شاركنا ولنا أكثر من الممثل في أكثر من مدينة في الضفة أود أن أسألك تعقيبا على الموقف العربي العام يعني بعد طول انكفاء عاد العرب وإلى حد ما قرروا فتح خزائنهم لأمام الشعب الفلسطيني هناك شبكة أمان حوالي 100 مليون دولار شهريا ستصب أو ستذهب إلى الفلسطينيين كيف تقيم الموقف العربي وما هي أسبابه برأيك؟ أنا تقديري العرب حاولوا أن يضغطوا على السلطة الفلسطينية حاولوا أن يضغطوا على القيادة الفلسطينية بعض العرب حاولوا أن يضغطوا على الرئيس أبو مازين بعدم الدياب إلى الأمم المتحدة من؟ طبعا لا أسميه وتلبية للطلب الأمريكي وللضغط الأمريكي حتى آخر ساعة تقريبا وبعض العرب للأسف لم نراهم جميعا ليس بعضهم أثناء التصويت على القرار وجدنا الوزير الخارجي التركي ووجدنا الوزير الخارجي الأندونيسي وأسمع أبو مازين وزير الخارجي العربي الوحيد كان دو دوله نعم للأسف لأنهم كانوا يعتقدوا أن الفعل الفلسطيني والحركة السياسية الفلسطينية لن تنجح تفاجأوا بحجم النجاح لم يفاجئنا نحن النجاح الفلسطيني نكون تفاجئنا بزيادة دولتين أو أقل دولتين ونتوقع أكثر بهذا المنازمة لكن لم نفاجأ بمن صوت معنا ولم نفاجأ بمن صوت ضدنا هناك مواقف كانت ضد التصويت الصالح الشعب الفلسطيني والدولي في الأمم المتحدة ولكن قبل يومين أو ثلاثة تغير الموقف هناك إجماع أو قبول أكثر في هذه الأيام أو في هذه الأوينة للقضية الفلسطينية من السنوات الماضية بماذا تفسر ذلك؟ خاصة عن الصعيد الدول حدثين مهمين يعني إسرائيل الآن في موضع حرج منذ السنوات هل تعتبر أنه هي نتيجة سياستها أنه تعنت الإسرائيلي أم أنه وعي غربي لحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني؟ حدثين مهمين حصل في الشهر الماضي مثل ما قلنا الصمود الفلسطيني في غزة والصواريخ التي وصلت إلى مضاجع العدو في قلب مدنه الكبيرة الحدث الثاني الانتصار الدبلوماسي الكبير والإنجاز الوطني الفلسطيني الكبير الذي حصل في الأمم المتحدة هؤلاء سيفرضان معادلة جديدة في الواقع الصراع العربي الإسرائيلي في وقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هناك دول أوروبية حقيقة صوتت ربما امتنعت عن التصويت لكن بخجل واتصلت بنا وشرحت أسباب مع تذيرات لماذا صوتت امتنعت عن التصويت الدول الغربية التي صوتت إلى جانبنا دول مهمة عندما تقول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدانيمارك والسويد وسويسرا هذه دول لفترة بسيطة لا تعترف بدولة فلسطين لا تعترف بشرعية النظام الوطني الفلسطيني الموقف السياسي الصائب هذا التحول برده إلى ماذا إلى صوابية الموقف السياسي الفلسطيني والطرح السياسي الفلسطيني أولا إلى القوة عوزنا للمقاطعة صوابية الموقف الفلسطيني هناك رئيس محمود عباس تحديدا والسلطة الوطنية الفلسطينية هي الأكثر قبولا في الشرع الغربي أنه لا ترف الكفاحة المسلحة وسيلة من أجل نيل المطالب والحقوق هل تعتبر يعني من كلمك حتى ما نخوض السلطة والتي في غيره باعترف بهذا ماذا هناك موقف وطني فلسطيني تم التوافق عليه في اجتماعات وحوارات القائرة أو مصطلح على تسميته الورقة المصرية وورقة التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية اللي سمناها هناك اتفاق وهذا بعد حوار استمر عشر سنوات وأيام طويلة وأنت أعتقد تابعت هذه الحوارات أنه الآن المقاومة السلمية الشعبية مع الاحتفاظ بسلاح المقاومة وبحق المقاومة في الرد في حال أتاذة إسرائيل هذا ما تم الاتفاق عليه من كل فصائل العمل الوطني فلسطيني فتحه جهاد وحماس وشعبية وديمقراطية وفلسطينية وحزب الشعب سنستكمل حديثنا معك أستاذ بلال ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد مشاهدينا وبضيفنا أستاذ بلال القاسم كنا نتحدث صبعا سوية عن برنامج عمل للفصائل الفلسطينية جرى التوافق عليه فيما يتعلق بكيفية إدارة الصراع مع إسرائيل وأيضا التعامل مع الغرب وتوقفنا مع فاصل عندما تتحدثون تقول أنه كان هناك إجمع في ذلك حماس والجهاد الإسلامي والجميع وكل من وقع الورقة الفلسطينية وبجود الأمناء العامين ورؤساء المكتب السياسي هناك اتفاق على أن المرحلة الماضية أو اللاهقة هي مرحلة المقاومة السلمية الشعبية مع حق الاحتفاظ بسلاح المقاومة والرد على العدو في حال اتدى علينا في غزة أو في أي مكان لأنه إطلاق عمليات ضد إسرائيل لم يعد والدا في هذه الأوينة إنما فقط الرد على أي تدى أسرائيل ما الذي غير الرأي الغربي هو الرأي العالم الحر بالقضية الفلسطينية وهذا التصويت هو صوابية الموقف السياسي هل تعتقد أن هذا النهج؟ نحن الآن نعتقد أن العدو هو يبحث عن عمليات قد تضر بالواقع الفلسطيني ليقوم باتداءات جديدة أنت تعطيه هو أحيانا ليس بحاجة إلى عذر أو ذرائع هو عدو معتدي منذ أن قام على أرضنا الفلسطينية عام 48 لكن نحن نرى الآن لتحقيق مكسب سياسي لعزل هذا الأدو الآن إسرائيل تشعر بالعزلة تماما بعدما حصل من تصويت في الأمم المتحدة ما هي أسباب هذه العزلة؟ صوابية الموقف السياسي الفلسطيني وتعنت الموقف الإسرائيلي واستمرار الاستيطان والجدار العازل لم يعد يسمع العالم باستمرار هذه السياسة المتطرفة لحكومة لبرمان نتنياهو صوابية النهج الفلسطيني أنا بتقول والرئيس محمود عباس يقول أنه لن تحدث في عهده انتفاضة ثالثة وأحد المسؤولين وبعض المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين يحذرون من إمكانية اندلاع انتفاضة في الأراضي الفلسطينية هل تخشون أو تتوقعون أن تندلع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ أنا أرى أن الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على غزة إضافة للصمود ووصول الصواريخ هي عملية صغيرة مثل عملية تل أبيب وهي عملية فردية حسب ما أعتقد يعني دون أن يتبنىها أي تنظيم ليس صحيح أنا جاهز أقول لك ليس صحيح أما هناك الحقيقة خوف من انتفاضة كادت تقوم في الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي هناك فعلا بدأت تحركات فلسطينية وفصائل فلسطينية جميعا شاركت بما فيها فتح بما فيها فتح وأغلبيتها فتح في الضفة الغربية في الهجوم على الحواجز وانسحبت قوات الأمن الوطنية الفلسطينية وسمحت للفلسطيني بالتصادم المباشر الآن الجنود الإسرائيلي يهربون من الحجارة الفلسطينية في كفر قدوم وفي أكثر من موقع في الضفة الغربية لسببين يهربون وجدوا أن هناك رد فلسطيني عنيف وجدوا أن هناك حالة احتقان داخلية فلسطينية في الشارع الفلسطيني وأيضا بدأ الإسرائيل يحسب أن ربما في يوم من ما أن يحاكم على الصعيد الدولي من محكمة الجنيات الدولية وأن هذا القائد ممكن أن يمنع من السفر أو أن يعتقل أو أن يعتقل ويمنع من السفر ويعتقل في الدول الأوروبية من هنا أصبح هناك معادلة جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المباشر وفي الصراع العربي الإسرائيلي إسرائيل على موعد شهر مقبل مع انتخابات تشريعية جديدة برأيك كيف سيكون عليه الشكل أو المشهد الكنيست حسب قراءاتنا واطلاعاتنا اليومية والمستمرة لواقع ما يجري على الأرض داخل الـ 48 والمشهد الإسرائيلي أنا لا أرى أن هناك تغيرا كبيرا سيحصل سيبقى ليبرمن نتنياهو متفوقا ضمن قائمة الليكود بيتنا وهذه كانت خسارة كبيرة للقوى اليسارية والديمقراطية وقوى السلام في إسرائيل هل لازلت أؤمن بوجود قوى السلام في إسرائيل داخل الكنيست؟ أنا أؤمن أن هناك قلة لم ينجح منهم أحد يعني يوسي سريد وغيرهم يعني قلة أنا كل من يؤمن أنه على استداد الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الـ 67 وعاصمة القدس الشرقية وأنا أؤمن أنه يريد سلاما مؤقتا مع الفلسطينيين أما هناك أيضا قائمة عربية وقائمة تقدمية أنا تقديري هناك قوى طبعا ولكن قدرة على التأثير في مجرى الأمور ضعيف جدا أما ما سيأتي أنا تقديري هو قوى التطرف مزيد من التطرف مزيد من اليمينية مزيد من الـ إذن إلى أن ستتجه لا سلام مع هذا العدو بوجود هكذا إلى أن نتجه في ظل إلى استمرار الصراع من هذه الحكومات القائمة والصراع أي شكل من الصراع هو مفتوح الصراع مفتوح الآن ممكن بنطلق صاروخ بالرد عليه بنطلق بالرد عليه بعشرات الصواريخ بأعمال سلمية والانتفاضة التي يحكي عنها هل يمكن في ظل الإنعطاف وصبار إسرائيل أنا رأيي أن الانتفاضة الأولى الانتفاضة السلمية انتفاضة الحجارة أعطتنا دروس كثيرة أنها أحيانا أهم من العمل العسكري الفعل الشعبي المقاوم أنا التقديري قد يخدم القضية الفلسطينية أكثر من الفعل المسلح لأن إسرائيل نظرا لوجود موازين قوى عسكري إسرائيل تتفوق كثير لكن بالفعل الشعبي نحن نستطيع أن نتفوق عليهم يعني ممكن أن تندلع انتفاضة في الأراضي الفلسطينية خصوصا بعد الانتخابات الرئيس أبو مازين يقول لا يريد يتمنى أن لا تحصل هو يقول لن يحصل في عهدي هو يعرف تماما أنه مزيد من الضغط ستكون هناك انتفاضة ثالثة الذي وقف العدوان على غزة هو بوادر انتفاضة بدأت في الضفة الغربية أثناء العدوان على غزة على تقديري لكل حدث حديثه عندما تقوم الانتفاضة سيكون هناك تعامل فلسطيني تقديري مع هذه الانتفاضة ولن تكون السلطة ضدها يعني في ظل المخاوف من انعطاف المشهد السياسي الإسرائيلي نحو مزيد من اليمينية هل تعتقد أن الضغوط الدولية أن العزة التي يمكن أن تواجه إسرائيل أكثر فأكثر يمكن أن تدفع بالمجتمع الدولي إلى التعاطف أكثر وتفاهم أكثر لحقيقة المطالب الفلسطينية أنا تقديري أن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغوط على حكومة الاحتلال على حكومة البلطج والعدوان القائمة الآن في إسرائيل كما يسميها أخي محمد بركة حكومة العربدة السياسية في إسرائيل يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح بقيادة المجتمع الأوروبي هناك تحرك أوروبي مشكلتنا في الموقف الأمريكي أنا تقديري أوباما في المرحلة القادمة عليه أن يغير من سياسته اتجاه حكومة العربة الإسرائيلية حتى يكون مقبولا في الوطن العربي طالما تحدثت عن أوباما لماذا كان عليه هذا الموقف كان الموقف الأمريكي رفضا بالمطلق ومطلدا على حق الفلسطيني في نيل الاعتراف أو الحصول على عضوية دولة غير مراقب في الأمم المتحدة كان يريد التأجيل لبدء مفاوضات جديدة ونمر في المتاهة التي سميت المفاوضات المباشرة واللجنة الربعية لكن أنا تقديري أن هناك موقفا أمريكي ليس حازما وجازما ضد التوجه الفلسطيني لو كان هناك موقفا شبيبا أوباما رفع سماعة ثلاثة فاتصل بأبو مازين شخصيا قبل يومين وثلاثة نعم لو كان هناك يريد منه التأجيل وليس ألغاء الطلب حتى التأجيل لم يدوره يضر نعم يضر يضر ويضر في الرئيس محمود عباس وفي مصداقيته أمام شعبه وأمام القوى التي تحدث معها وهذا لا يمكن أن يقع في الرئيس أبو مازين واستمر في تقديم الطلب ونال النجاح الكاسح في الأمم المتحدة لكن الإدارة الأمريكية لو أرادت فعلا ولو كان لديها موقف حاسم لعملت كما فعل ريغين مع أبو عمار عام 1987 أو 1988 عندما رفض إطاءه فيزا بالدخول إلى المتحدة فنقلت الجمعية العمومية إلى جنيف يومها كانت مزرة ريتيون لزيون نعم واستطعنا نحن أن نحضر الجمعية كاملة وكانت ضربة وعزل لأمريكا لكن أبواما لم يصل إلى مرحلة كسر العظيم مع الأمريكي ولكن تقول أن الأمريكيين لم يذهبوا بعيدا كان ممكن أن يصلوا حتى هاي ولكنك تحدثت قبل قليل عن ضغوط مورسة على دول عربية من أجل أن تمارس عليكم ضغوطة بشكل يومي لمنعكم أو على الأقل دفعكم إلى التأجيل نعم دول عربية ودول أوروبية لماذا تفضل تسميتها؟ بالنهاية هناك دول عربية حتى تحدث عنها البعض ربما كان هناك أيضا استياء فلسطيني من بعض الزيارات التي شهدها قطاع غزة باعتبار أنه لم تمر بالمركز في رمالة تحديدا ومعروف والاستياء ونحن نعبر عنه نحن لم نكن مع زيارة أمير قطر إلى غزة بالطريقة التي قام بها بمعزل عن زيارة وأنا رأي أي زيارة بهذا النوع قبل العدوان على غزة هي دعم مسيرة الانقسام الفلسطيني واستمرارية الانقسام نحن نريد الآن الناس نذهب إلى غزة لتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة لكن لو كان هناك تنسيق مع منظمة التحريف الفلسطيني مع الرئاسة الفلسطينية وتنسيق حتى مالخه من حماس ما الذي يمنع لماذا تذهب من الباب الخلفية طالما تحدثت عن زيارة أمير قطر أنه زيارته مجرد عبوره إلى غزة هو لم يمر في حواجز إسرائيلية زهابوا إلى الضف ممكن أن يفتح الباب أو أنه يسير تكهنات أنه رئيس دولة الذهب تحت الحراب الإسرائيلية بغض النظر وبالنهاية العلاقات قائمة زيارة أمير قطر غزة بالترتيب الكامل ما بين مصر وإسرائيل والطيران الإسرائيلي يحوم في السماء لم تكن زيارة يعني دون رضا العدو الإسرائيلي حتى نكون ماضية ولكن الزيارة حملت أيضا في طياطة يعني نتائج إلى حد ما كانت اقتصادية نحن قلنا أنها زيارة إنسانية من ناحية الإنسانية أهل وسهلا هناك إعادة إعمار أهل وسهلا نتمنى القرارات التي أخذها أن تبدأ الآن لتعيد إعمار ما تم لأنه كثير من العرب وعدوا ولم يقدموا مشكلتنا أنه بالحكي والآن عندما أخذوا قرار في تأمين شبكة أمان للسلطة الفلسطينية للآن على تقديري انتزموا دولة أو دولتين والباقي ننتظر منهم التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه رسالة أبو مازم في الاجتماع للجل العربي كان واضحا ما الذي يمكن له أن يقدم أو قادر على تأمين هذه هذه الدعم يعني هم شو عندهم غير المالي أقولنا يا في المرحلة الرانية ماذا نطلب منهم الآن نحن لمعظم هذه الدول غير المالي وهو موجود عندهم وبكثرة والحمد لله ولا نحسدهم عليه ولكن هناك الدول أيضا تعاني من شح يعني مثلا أنه الأردن يعاني مصر لم نطلب من المساعدات من الأردن ولا من مصر لم نطلب من هذه الدول التي تعاني الدول التي تدفع للقضية الفلسطينية معروفة أنا لا أعتقد أن الأردن أو مصر تشارك في هذه شبكة الأمان معروف أن الدول الخليجية الست هي التي تشارك إضافة إلى الجزائر إضافة إلى اليمن وإضافة إلى المغرب والعراق أيضا طالما تحدثت عن مصر نعم كيف هي العلاقة حاليا مع مصر في ظل التحولات التي شهدتها أنه كانت حسن مبارك كان إلى حد ما العلاقة بين السلطة ومصر يعني وطيدي إلى حد ما قدوم أحد رموز الإخوان المسلمين أو وصوله إلى السلطة كيف تنظرون إليه أنتم في فلسطين كيف ينظر إليه بفلسطين أما كيف ينظروا بلا القاسم بلا القاسم القياد الفلسطيني في إجابة تحليل الفلسطيني نحن أول شيء مع خيار الشعب المصري أو خيار أي من الشعوب العربية في اختيار قيادته نحن نقترب من أي زعيم عربي أو من أي دولة عربية بقدر قربها من فلسطين بقدر موقفها مع فلسطين نحن نرى أن مصر الآن تمر بمرحلة صعبة نأمل أن يتجاوزوها بسلام لكي تكون قوية مصر قوية الأمة العربية قوية الدول العربية القضية الفلسطينية قوية مصر ضعيفة سينعكس سلبا عن القضية الفلسطينية سينعكس سلبا عن القضية يعني ما يجل فيها حاليا أما الآن ما يجل حاليا من حراك من تفاعل نأمل أن يمر بسلام على مصر وأن يتوصلوا من خلال الحوار الديمقراطي من خلال المصالحة الداخرية المجتمعية المصرية إلى تجاوز الأزمة ما يسمى أزمة الدستور أو أزمة يعني أنتم تخشون من تداعيات الوضع المصري على القضية الفلسطينية نحشة الأم العربية كلها من تداعيات الوضع في مصر لأن مصر إذا حصل فيها مصر أكبر دولة عربية مصر أي خلل فيها سينعكس سلبا أو إجابا على دول الخليج على السعودية الجارة أو على ليبيا أو على بخل في أي نطاق في حال لا نريد لا سمح الله الفلتان الأمني في حال الصراع الداخلي ونحن نراه للحد الآن بعيدا لأنه في وعي سياسي لدى القيادة المصرية وفي شارع بدأ يتحرك بوعي أيضا لإيقاف أي تداور في العلاقة الداخلية الداخلية المصرية قلت أعتقد أن سائل يمكن أن تستغل الوضع المصري أو تداعيات الوضع المصري أو انشغال مصر بما تشهد حاليا من أجل إعادة شن عدوان جديد ربما في فترة قريبة لأنه كما ذكرت أن هذا التهديد هذا العدو لا أأمن له ولا أدير الظهر له بأمان منذ أن خلقت وولد هذا العدو يستغل كل خلل في وقعنا العربي كل خلل في وقعنا الفلسطيني كل خلل في المحيط الدولي لكي يقوم بتنفيذ مخططاته ومخططات هذا العدو عدم نهوض الشعب الفلسطيني عدم قيام دولة فلسطينية عدم إمكانية أن يمتلك الشعب الفلسطيني السلاح يقاومه أو يقاوم عدوانه أو يواجه عدوانه المستقبلي أو في أي لعظة من هنا إسرائيل مستفيدة جدا من أي خلل يقع في أي بلد عربي له تأثير في القضية بخاصة مصر وبخاصة مصر وبخاصة سوريا وبخاصة الأردن وبخاصة في لبنان سوريا مثلا تحدثت عن سوريا ووضع الفلسطينيين في سوريا القيادة الفلسطينية منذ البداية أخذت قرار أن نبقى على الحياد هناك خيارات للشعب السوري والشعب وهناك دولة سوريا لها علاقات ممتازة ودعمة للشعب الفلسطينيين من هنا اخترنا كفلسطينيين نتيجة تجاربنا في لبنان وتجاربنا في العراق سابقا في الأردن وخصة الكويت وفي الأردن أن نكون على الحياد وأن يبقى الموقف الفلسطيني مميزا وأن الآن مخيم اليرموك على سبيل المثال يوجد به 200 ألف فلسطيني يقطنه مليون و200 ألف سوري بداخل مخيم اليرموك كل المحيط التجأ إلى مخيم اليرموك وهذا شيء طبيعي منطقة آمنة ونشطة وحركتها وما زال الكهرباء موجود ما زالت الأفران تعمل وهناك مستشفيات وهناك احتضان نرد جزء بسيط من الجميل السوري نرد جزء بسيط من الجميل السوري على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 فالفلسطيني فتح بيته ومدارسه وامكنته لأخوه وشكه سوري خلال الحوادث لأن كل المحيط المخيم هو محيط تسموه محيط ناري ومحيط حراك واشتباكات تعتبر أنه سوريا قدمت منذ 48 إلى شعب فلسطيني؟ منذ 48 ما قدمت سوريا للشعب الفلسطيني شيء كبير 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 نشكر هذا الشعب تاريخيا على هذا الدور أنا فلسطيني سوري وولدت بدمشق وعشت بمدارسه ودرست بجامعتها وكنت أفضل على السوري في كثير منهم هناك من كان على تماث مع السوريين وافترخ عنها منذ وقت قريب ترح تسألهم لا أنا أسأل أنه بالنهاية وتقول أنه قدم الكثير للشعب الفلسطيني قدم دعم عسكري كمان؟ السوري قدم كل شيء السوري قاتل معنا في مقبرة الشهداء في مخيم اليارموك الأساسية هناك عدد كبير من الشهداء هم سوريين مش فلسطينيين فقط في مقبرة الشهداء اللي في مخيم اليارموك مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة أي السبعينات ونائية الستينات فمن هون إحنا ما يجري في سوريا يحزننا يمقتنا ونأمل أن تخرج سوريا قوية كما كانت دائما اسمح لي أن نتوقف مع فاصل جديد نستكمل بعده حوارنا معك سيد بلال قاسم أمين سر المكتب السياسي الجبتة التحرير الفلسطيني مرحبا بكم مجددا من مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من حوار الساعة مع ضيفنا الأستاذ بلال قاسم أمين سر المكتب السياسي لجبتة التحرير الفلسطينية في هذه الجزئية سنتوقف الآن مع التحولات التي شهدتها الساحة الفلسطينية تحولات لفتة وبخاصة الخطاب السياسي لحركة حماس مؤخرا خطاب انعكس في جملة مواقف تخصتها الحركة إن فيما تعلق بالعلاقة مع سوريا بداية أو في لغة المهادنة التي اعتمدها إلى حد ما خالد مشعر رئيس المكتب السياسي في خطابه في غزة تشك أنك تبعته بالنهاية كيف تنظر إلى هذا التحول في موقف حماس الذي كان يعتبر أن أي مهادنة مع إسرائيل هي بمثابة خيانة وكان يرفض الاعتراف في السلطة الوطنية الفلسطينية وما تمخذ عنها اليوم يتحدث عن ضرورة المصالحة وعن رؤية كل طرف لمفهومه الخاص فيما يتعلق بالتعامل مع الواقع يعني أنا كان بودي هذا السؤال يتوجه لأخ من حركة حماس لكن أنا سألت أسألك كفلسطيني كقياد فلسطيني عندك بالنظر نعم أقول أن هناك هذا التغير بدأ عندما وافقت حماس على المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2005 وكسبت الأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني ووافقت على أن تشكل حكومة برئاسة الأخ سماعيل هنية كحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية هذه الحكومة بالأساس وكما تحدثنا في الفداية هي نتاج أوسلو وهي نتاج طبيعي لأسلو الذي سيأتي إلى المجلس التشريعي وجاء بناء على اتفاقية أوسلو الحكومة الفلسطينية التي رأسها الأخ سماعيل هنية عام 2005 والمجتمر في رئاسةها لليوم هي أحد نتاج اتفاقية أوسلو التي رفضناها وحماس والشعبي لكن فيما بعد وافقنا أيضا خلال الحوار الوطني الفلسطيني والخطاب الذي ألقى سيد خالد مشعل أثناء توقيع اتفاقية القاهرة بحضور الأخ الرئيس أبو مازين والذي قال له اذهب ونخولك لأن تذهب للأمم المتحدة وأن تذهب وتستكمل المفاوضات هو تحول نقطة لا في تكالية منذ هذه اللحظة هناك تحول الورقة المصرية التي تم التوقيع هي ليست ورقة فقط للتصالح أو ورقة مجتمعية يا أخي إحنا جلسنا أكثر من ألف ساعة نتحاور حول كل بند وحول كل حرب هي ورقة سياسية بامتياز هناك اتفاق أن الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادي على حدود السبعة وستين يعني أود أن نختصر فقط وهم وقعوا أنه ما قاله خالد مشعل ليس بجديد ليس بجديد لكن الجديد أن يقال في غزة بعد هذا الانتصار الدبلوماسي وهذا الصمود الفلسطيني في قطاع غزة وأن يقال في غزة وفي ذكرى الحركة هذا هو الجديد في الموضوع طيب طالما تحدث عن غزة يعني كانت هناك في الماضي أنه عمليات تخوين لبعض أركان السلطة الوطنية الفلسطينية هناك تقارب الآن تقول حماسي ربما من خلال تبنيها لخطة العمل أو الورقة الفلسطينية أن هذا الأمر ليس بجديد وأنه هي تكشف ما كان جال التواصل إليه في الماضي المصالحة الفلسطينية حاليا كيف يمكن لها أن تتم بعيدا عن العواطف على الأرض يعني خالد مشعل يرغب أبو مازين يرغب أيضا هناك الشعب الفلسطيني كله سائم من هذا الانقسام كيف يمكن تحقيق هذه المصالحة هناك مطلب شعبي فلسطيني نحن نقول أن الفلسطينيين ربيعهم بدأ في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالصمود الفلسطيني الاستكماله هذا هو أنهاء الانقسام وأنهاء الاحتلال أما حول مسألة التكفير والتخوين للأسف هذا غابت ويجب أن لا تعود معيب جدا ما كان يصدر من بعض القياديين هنا أو هناك من عمليات تصل إلى التخوين للأسف لقيادي فلسطيني من هذا الطرف وهم يعرفون أنه سبقوا بالنضال وأنهم سيضطرون لوضع يدهم بيده أو يسلمون القيادة في هذا الموقع سياسة التخوين نحن في جب التحريف الفلسطينية وتكفيرها ضدها تماما ونحاربها ونطلب من الجميع دائما التوقف عن هل تعتبر أن المصالحة الفلسطينية باتت أقرب هذه الأيام هذا بتقديري لو أن الوضع طبيعي في مصر كان ممكن أن نلتقي أنا وياك الآن في القاهرة ننقش ماذا ماذا بعد المصالحة التوقيع حاصل نحن الآن نريد التطبيق الترجمة على الأرض الترجمة الفعلية والعملية أنا أرى أن حماس أصبحت أقرب إلى ترجمة الاتفاق على الأرض ما الذي أوقف المصالحة؟ الانتخابات وما الذي دفع حماس إلى أن تكون أقرب إلى الترجمة اسمحني معلش نشرح للمشاهدين الكرام شوي لماذا باتت حماس الآن أقرب إلى ترجمة هذه المصالحة؟ أقرب إلى الترجمة لأنها أصبحت تعي جيدا أن المصالحة أهم من القسمة حتى لو استطاعوا أن يحكموا غزة كلام الأخ خالد مشعل كان واضع أنا أعرف أن في حماس تيارات بكل فصيل في التيارات ومش عيب الخلاف الفكري بهذا الفصيل أو ذاك لكن الفكر التصالح في حماس غلب الفكر الإنقسامي هذا واحد الإنقسامي أو الفكر المتشدد الإنقسامي كلامك خatte أي فكر بلغي الآخر فكر إنقسامي أي فكر لا يريد الشراكة مع الآخر هو فكر إنقسامي وفي ناس لا تريد بحماس الشراكة مع الآخر أو أحدا أن يشاركهم في حكم غزة الأرجحية الآن للفكرة المستقبلة الآن الأرجحية في حماس بعد أن سمعنا الخطاب الأخ خالد مشعل وفي غزة أهميته أنه في غزة حكى عن الشراكة السياسية وقال صراحة أن لا حماس تستطيع أن تحكم وحدها ولا حركة فتح تستطيع أن تحكم وحدها ولا الاثنان معا يجب أن تكون باقي الفصائل والقوى السياسية أيضا بشاركة معهم أنا أضيف على كلامه النقطة التالية قال نحن لا نخشى من الانتخابات ولا نخاف الانتخابات خصوصا بعد هذا القدرة على الصميم طيب أنت لا تخشى الانتخابات ما الذي عطل المصالحة عندما رفضت حكومة إسماعيل هنية في غزة السماع للجنة الانتخابات المركزية التي تم الاتفاق عليها في لجنة الإعداد نظام جديد للنظام التحرير ولجنة التفعيل من نظام التحرير على أن تبدأ الانتخابات لجنة الانتخابات عملها في غزة أوقفت حركة حماس عمل لجنة الانتخابات الآن بعد أن خرج الأخذ مشعل وقال أن حماس لا تخشى الانتخابات وأقنع رفاقي وأخوانه في غزة أنه ضرورة أن تعود لجنة الانتخابات أنا تقديري أعود وأقول لو أن الوضع طبيعي في مصر لكنا مجتمعين الآن في مصر أنا تقول أنه لكنا مجتمعين وكانه جرى التوصل إلى كل التفاهمات وله صيغة نهائية هناك التفاهم هناك دعوة من الرئيس يعني تكشف لنا أنه جرى التوصل نعم بأقرب فرصة بناء على دعوة الرئيس محمود عباس من موقعه كرئيس لجنة التنفيذية ورئيس الهيئة العليا المؤقتة اللي نسميها للفصائل يعني الأمناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة إضافة للجنة التنفيذية طبعا ستشتبع قريبا لتناقش جديا كيفية البدء بعمل لجنة الانتخابات يعني أود أن أفهم توصلتم إلى تفاهمات نهائية وجرى إقرارها من حدث المبدأ نحن موقعين خاصة هلأ نعم نعم أعلم أن نكون موقعون نعم الآن في مطلب فلسطيني وهناك شيء موافقة من حماس وموافقة من كافة الفصائل على عقد هذا الاجتماع بأقرب فرصة وأنا تقديري الظرف الخاص الذي تعيشه مصر هي التي أقرأت أود أن أسأل برأيك لماذا أنت تصف بالفكر الانقسامي داخل حماس لماذا أنا أعتبره فكر متشدد أو أنه رؤية متشدد من أين هي أنه متشدد فيما تعلق برؤيته لأنه كفيد إداة السرع مع إسرائيل أنه رفضه لأي تفاوض مع إسرائيل والخضوع أو الانصياع للضغطات لماذا أنت تعتقد أنه لماذا مالة الأرجحية للفكر الذي يرغب أو أنه أكثر واقعي من وجهة نظرك أنا تقديري تأثيرات المحيط العربي أولا التحولات في العالم العربي نعم ورأي الإخوان المسلمين في مصر ورأي الإخوان المسلمين في مصر نعم نعم عندما يكون رئيس مصر من الإخوان المسلمين يعني رئيس مصر يعترف بالاتفاقات الدولية هو قال ومنها كفيد ويلتزم بها وهو ملتزم فيها وأعلن هذا الكلام أيضا ما قامت به الآن مصر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة لم يختلف كيف تيران أما كانت تقوم بمصر أيام حسني مبارك هو اتصالات على مستوى أمني واتصالات على مستوى الولايات المتحدة وزيارة وزير خارجي وزيارة لم يختلف شئ هناك موقف جديد كما قلنا أن حماس اقتربت من الموقف الفلسطيني الوطني موقف منظمة التحريف الفلسطينية الذي نحن عندما تبنيناه في السبعينات والثمانينات سميناه البرنامج المرحلي لمنظمة التحريف الفلسطيني لم نقل هذا البرنامج الاستراتيجي حتى في ذلك الوقت فيما بعد سمي البرنامج الوطني لمنظمة التحريف الفلسطيني واللي موافقة لكل فصائل منظمة فصائل العمل الوطني في منظمة التحريف الفلسطيني جاءت حماس والجهاد لها اتراضات بسيطة على بعض وحقها وحق أي فصل أن يعترد الجهاد تزال بعيدة إلى حد ما عن رؤية حماس لها رؤية مختلفة نعم لها اتراضات على بعض النقاط التي وردت وعبرت عنها أما حركة حماس فلم يعني اللافت هذه المرة أنه منذ الاستضام الذي وقع عام 2007 بين حماس وفتح أنه احتفالات انطلاقة حركة حماس ستتم ليس فقط في القطاع وإنما في الضفة الغربية للمرة الأورى ورغم أنه كانت سمرة الماضية استسألني لماذا أنت متأكد هذه عنوين تصالحية فلسطينية وحتى هناك احتفال لفتح سيقام في غزة أيضا بذكرى انطلاقة الثورة بأول يناير كل عام يقام احتفال لفتح في غزة لكن في السنوات الأخيرة كان يقمع وكان يمنع الآن أنا أعتقد سيكون هناك احتفال لفتح في واحد وحد سيكون أعلن عنه نعم وسيكون بداية عبد التنازل لإنهاء الانقسام وبداية مشوار المصالح الوطنية على الأرض هل سيجتمل ذلك إطلاق برأيك سراح المعتقلين من الطرفين يعني حماس تقول لا يوجد لديهم في سجون حماس في غزة قال محمود الزهر عبر الميادين أنه لا يوجد معتقل على أساس عقائدي أنه أنت ما أو إلا فتح أو غير ذلك بقي بعض المعتقلين لدى حماس من فتح على أساس عقائد وهناك بعض المعتقلين لحماس في الضفة أيضا بعض أو أكثر من بعض بعض وقلة وبعض المعتقلين موجودين في الضفة كما فهمت أنا من أخي عزام والبعض وهو ناقش أخوة في حماس في القائرة بمعنى أن بعضهم هو لا نستطيع أن نطلق صراحه يعني أنا ممكن أن أطلق صراحك بس ما بعطيك ضماني ما تيجي إسرائيل تعتق لك أو تقتلك يعني هو أفضل في بعض الخارج هو موجود في السجن كحماية كما كان بعهدت القوى الأمنية بعهدت القوى الأمنية وهذا موجود فكرة بجد وكما بالزمنات أيام ياسر عرفات رحمه الله مكان محمد ضيف نفسه ما اتقل عنده بعهدت ياسر عرفات الأمنية بضيافته بش ما أتقل بضيافته شبه ما أتقل بس بضيافته يعني من نيضا أود أن نسلك سؤال الأخير قبل أن نختم حوارنا أستاذ بلال يعني تفعيل نظم التحرير الفلسطينية كيف السبيل إليه وإعادة أعطائها أو الزخم الذي كانت تحظى به أول شيء الآن الكل اتفق أن تدخل كل الفصائل من خلال الانتخابات نعم عندما ننجح بتشكيلة مجلس وطني فلسطيني جديد من خلال الانتخابات حيث ما أمكن يعني في الأراضي الفلسطينية نحن في اللجنة اتفقنا على انتخابات حسب التمثيل النسبي الكامل في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية القدس غزة في المخيمات اللي منستطيع زي لبنان بلغنا أنه يمكن أن نعقل نجري انتخابات داخل المخيمات الفلسطينية لانتخاب أعضاء مجلس وطني أيضا كان الوضع في سوريا في السابق ممكن أن نجري في أوروبا عندنا أمكانية في تشيلي عندنا أمكانية نشكل مجلس وطني فلسطيني من الكل الفلسطيني هذا المجلس وطني الفلسطيني الذي يضم الجميع ويضم الكل الفلسطيني مهمته أن يختار القيادة الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تشارك فيها كل القوى الفاعلة على الأرض هذا يشكل عندما يجتمع المجلس وطني فلسطيني هو الذي يختار الاستراتيجية النضالية والسياسية الفلسطينية للمرحلة القادمة ونأمل أن يتم ذلك وكذا ستعود منظمة التحرير إلى سعادة الزخم التي كانت عليك تقول المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا يستطيع أحد أن يشككنا بها شكرا لك في اختام هذه الحلقة الخاصة من حوار الساعة أشكر ضيفي سيد بلال قاسم من سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية أشكركم أيضا مشاهدين على متابعتكم نلتقي في حلقة جديدة من حوار الساعة دمتم بخير وإلى اللقاء